موسيقى أهلا بكم تتجه أنظار الخليج والعالم إلى الاجتماع الرباعي في العاصمة المصرية القاهرة لمتابعة تطورات الأزمة القطرية بعد ساعات من انتهاء تمديد المهلة التي منحتها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب لقطر بناء على طلب أمير الكويت وزراء خارجية الدول الداعية لمكافحة الإرهاب البحرين والسعودية والإمارات ومصر يبحثون الخطوات المقبلة في التعامل مع قطر في حال جاء رد الدوحة على المطالب الخليجية غير الذي تتمناه والذي تسلمه أمس وزير الخارجية السعودي عادل إجبير من نظيره الكويتي في جدة فما هي طبيعة الردود القطرية وما هي مسارات الأزمة في حال تعنتت قطر لتلبية المطالب وما هي حظوظ الكويت لنزع فتيل الأزمة موسيقى اجتماع القاهرة مرتبط بالردود القطرية على قائمة المطالب التي قدمتها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب لبحث واتخاذ الخطوات اللاحقة بما يتفق مع القانون الدولي وبما ينسجم مع الهدف الكبير وهو حماية وصون الأمن القومي الخليجي والعربي من التدخلات القطرية ودورها في دعم وتمويل الجماعات الإرهابية والتحريض على العنف والتطرف دولة قطر الداعمة للإرهاب في المنطقة سلمت ردها لدولة الكويت الوسيط في الأزمة القطرية بعد أن انقضت المهلة المعطاة لقطر لعشرة أيام ويومي التنديد مهلة كافية لدراسة مطالب الدول الداعية إلى مكافحة الإرهاب البحرين والسعودية والإمارات ومصر فأصبحت الكرة في ملعب قطر إما أن تعود لرجدها تحت المظلة الخليجية وتتخلى عن سياسة دعم الأذرع الإرهابية وإما أن تلقي بنفسها إلى مزيد من العزلة دول خليجية وأخرى عربية وغيرها غربية دعمت الموقف الخليجي الذي طالب قطر بكل السبل قبل أن يصل إلى مرحلة المقاطعة ولكن التعنت القطري لا زال في ذروته لا زالت قطر تصر على التحريض عبر القناة الدولة قناة الجزيرة القطرية التي تتشدق بالدفاع عن السياسات القطرية المرفوضة اجتماعيا وسياسيا ودبلوماسيا خليجيا وعربيا وعالبيا وتتبجح بأعذار أكبح من ذنوبها أما بالنسبة لموضوع تمويل الإرهاب وما ورد في قامة الاتهامات فهذا الموضوع موجود في كافة الدول المنطقة وليس فريد فقط أو ينطبق فقط على دولة قطر ودولة قطر بالعكس هي تقع في أسفل القائمة بالنسبة للدول المتورطة في مثل هذا الجرم ليس تصريحا مدروسا فهل هذا الرد من وزير خارجية قطر جاء بإشراف مهندسي الإرهاب في الدوحة كفى إرهابا يا قطر كفى كفى دعما للإرهاب كفى دعما للمحرضين كفى دعما للكارهي خطاب المحبة الهدف من وراء الإجراءات التي تم اتخاذها هو تغيير في سياسات قطر التي نعتبر أنها تسيء لقطر ولدول منطقة وللعالم لم ولن يكون مرفوضا أن تمارس الدوحة سيادتها على أراضيها ولكن فقط على أراضيها ليس أن تغدق أموالها على بنادق الإرهابيين وقنابلهم ليشعلوا ما أسمته الربيع العربي وتتعاملوا معه وكأنه شأن داخل أراضيها ولكن يبدو أن قطر عندما استضافت الإرهابيين والهاربين لم تحسب حساباتها بدقة فقد باتوا يمسكون بزمام الأمور وبالفتاوى يحركون خيوط اللعبة معي في الستيديو السيد بسام البن محمد عضو مجلس الشورى أيضا عبر الأقمار الصناعية من الرياض الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ سلمان الأنصاري نرحب بداية بضيف الكريم للستيديو ما المتوقع الآن من الرد القطري قبول رفض أم رد ضبابي بين اللا والنعم وهو ما تعودنا عليه كثيرا مؤخرا من الشقيق قطر والله على أرض الواقع نحن قد نشوف المماطلة حاصلة من البداية المهلة كانت عشر تأيام طلبوا تمديد 48 ساعة إضافية فوق ذلك التصريحات اللي تطلع بالإعلام كلها تصريحات متناقضة السياسة القطرية للأسف مستمرة في نفس النهج فأنا أتوقع أن المماطلة من أجل الحوار ومن أجل غير ذلك وبالأخير إبعادنا عن الهدف الرئيسي اللي هو في الأخير مشروع موجود لزعزعة المنطقة وتفكيكها والأضرار بالاستطار في المنطقة جميل إذن أنا أنتقل إلى ضيفي طبعا عبر الساتيلايت حيث معي من الرياض السيد سلمان الأنصاري أستاذ سلمان مساء الخير مساء الورد حياك الله أخوي عليه أهلا وسأل في ضيفك الكريم أهلا بك أستاذ يعني بين اللا والنعم هل قطر هي غير قادرة على اتخاذ القرار هل هناك أزمة في اتخاذ القرار القطري أم هي مراوغة محتملة من قطر يطيك العافية طبعا من الواضح يعني خلال الواحد لما يدرس الفلسفة السياسية للبيت القطري للعشرين السنة الماضية يعلم تماما بأنه هناك بالفعل أجندة تتحكم في القرار في الدوحة للأسف الشديد هناك نفسه يعني تقارير وتتحدث بشكل واضح وصريح سواء تقارير غربية أو عربية فيما يتعلق في أن الحكم الحقيقي هو ليس بيد تميم هو بيد والده والحرس القديم للحكومة القطرية وأكبر دليل هو الاستعانة الجديدة الآن بحمد بن جاسم المقيم في واشنطن الآن يحاول بقدر الإمكان أن يستعينوا فيه لكي يعمل أي شيء لحل الأزمة بلا أن يكون هناك إذعان للمطالبات الثلاثة عشر التي تمس الأمن الإقليمي والأمن العربي والأمن الخليجي فنحن حينما نتكلم عن هذه المطالبات هي مطالبات من حقنا هي مطالبات تحاول بقدر الإمكان أن تقول لقطر مثل ما قال وزير الخارجية الإماراتي كفى للإرهاب يعني خلاص انتهينا هذه مرحلة لا بدنا تنتهي يعني إلى متى هل سنصمت حتى يتم دعم أكثر لجماعات متطرفة سواء في داخل مملكة البحرين الحبيبة أو في داخل المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية أو في مصر يعني التحريضات التي كانت تقوم فيها الحكومة القطرية للأسف الشديد في داخل مصر هي التي تسببت بالانفجارات الإرهابية التي تمت على واستهدفت الكنائس في مصر يعني هذه الأمور لا بدنا توقف يعني حتى هناك شيء إيجابي أنه الآن نحن تقريبا أكملنا تقريبا ما يقارب الشهر خلال الشهر هذا لو تنظر إلى كافة الملفات أصبحت الملفات فيها وضوح لم يكن مسبوق مثل ملف الليبي حينما تم حسم هذا الموضوع حينما تم حسم موضوع قطر ودعمها للإرهاب وجدنا أنه هناك بوادر إيجابية لحل القضية الليبية هناك أيضا بوادر إيجابية بعد طرد القوات القطرية التي للأسف تعمل بستقراراتيا في اليمن بشكل مضار أستاذ سلمان هذه الأمثلة يمكن خلال شهر لأن الأزمة بدأت في 5 يونيو ونحن الآن في 5 يوليو طرحناها كثيرا وتعمقنا فيها كثيرا اليوم نتحدث عن ما هو مستجد ومنه ما صرح به وزير الشؤون الخارجية الإمارات حين قال بأن ردود الفعل من الدول المقاطعة ستكون متوافقة مع القانون الدولي وستأتي في الوقت المناسب إذن نحن أمام قرارات قادمة قد تكون مهمة وحاسمة أيضا ما في شك هناك تقارير تتحدث بشكل كبير على أن العقوبات ستطال أفراد في داخل أيضا الأسرة الحاكمة في داخل قطر في وضعها في قوائم الإرهاب هناك تحدث عن عزل قطر أكثر من محيطها بسبب تعنتها وبسبب إرهابها التي تتسبب فيه من خلال طردها من مجلس التعاون ومن خلال تجميد عضويتها في الجامعة العربية هناك أيضا أنباء عن سحب كافة الودائع السيادية للدول الخليج والدول العربية المتضامنة مع هذا الموقف من قطر وهي تبلغ أكثر من 25 مليار دولار وهذا ستهز أيضا الاقتصاد القطري خصوصا كما نرى بأن الريال القطري الآن يعاني معاناة شديدة هناك نزول كبير في الثقة وكالة مودز للتصنيف الاعتماني تحدثت بأن هناك انخفاض كبير في الثقة فيما يتعلق في الاستثمار وفيما يتعلق في الملاء المالية والاعتمانية في داخل قطر سنتحدث أيضا عن عقوبات قد تطال الحكومة القطرية من ناحية العزل وقطع العلاقات معها من قبل دول عربية وإسلامية أخرى نتحدث يعني عن حزمة كبيرة وهائلة جدا وكلها تتماشى مع القانون الدولي لماذا؟ لأن كافة هذه القرارات إن تم اتخاذها مسواء من دول عربية وإسلامية هي قرارات سيادية لكل دولة حول العالم قرار سيادي بقطع هذه العلاقات هم يحاولون أن يصورون الموقف كما لو كان مخالف للقوانية الدولية ورغم أنهم لم يقرؤوا ميثاق الأمم المتحدة الواضح في البند ورقم 41 الذي يتكلم بأن هناك أسلوب في طريقة وضع ما يسمى بالحصار الاقتصادي وهذا الشيء يتم من خلال مظلة مجلس الأمن ولكن ما نفعله نحن هو حق سيادي دول تقرر بأنها تقطع هذه العلاقات مع هذه الدولة التي للأسف الشديد تمردت بشكل هائل لأكثر من 20 سنة التي تحرض على الإرهاب التي تستقطب كافة رموز الإرهاب في المنطقة فهذه الأمور يجب أن تتوقف إذا كان هناك عقلاء في الحكومة القطرية عليهم أن يتحركوا بالفعل واضح ما تفضلت به ويعني ننتقل لاستعراض بعض تصريحات وزراء خارجية الدول الداعية لمكافحة الإرهاب قبل انتهاء المهلة الزمنية الممنوحة لقطر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة إذن أستاذ بسام هذه بعض التصريحات لوزراء خارجية من الدول الأربعة المقاطعة لقطر والداعية لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابع وهي تصريحات كثيرة وتكررت على فترات متقطعة في الأون الأخيرة إذن قطر الآن أمام حقيقة مواجهة أفعالها ما تقوم به قطر له ثمن وفي حال استمرارها سيكون هناك ثمن أكبر بلا شك بلا شك احنا في الحقيقة يعني دول المقاطعة هي دول كانت في مواجهة الإرهاب لسنوات طويلة كنا نعاني لسنوات طويلة من جراء دعم وتمويل وتحريض على الإرهاب في المنطقة وللأسف الشديد أن السياسة القطرية كان لها دور كبير في التمويل ودعم الجماعات الإرهابية في التحريض احنا ما قاد نتكلم عن خلاف على موضوع اقتصادي أو موضوع سوء فهم احنا قاد نتكلم عن أدلة نتكلم عن براهين دامغة لدعم الإرهاب وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة فإذن لما اتي الدول اللي قاعدة تعاني مواجهة الأرهاب وتحط المطالب فالأخير هي الهدف منها مواجهة قطر بأنها تتخذ موقف حازم من إنهاء المشروع القائم اللي هو إثير الفوضى بالمنطقة أو الاستمرار فيه وإذا استمرت قطر فيه واتخذت قرار الاستمرار فيه فإذن يجب أن يكون هناك إجراءات وهذا ما بدأ بالتدرج من المقاطعة من بعض العقوبات من بعض التصريحات على أمل أن قطر إن شاء الله تتخلى عن هذا وفي الأخير يعني قطر ما لها بد أن ترجع إلى الحظ الطبيعي يعني حظ أنها في مجلس تعاون خليجي هذا ما يتمنى الجميع ولكن يعني ما يجب أن يعرفه الكل بأننا لسنا في مواجهة قطر أننا في مواجهة مشروع كامل مشروع يعني يستهدف أمن هذه المنطقة يستهدف يعني ضرب دولنا وبالتالي نحن أمام يعني مكافحة الإرهاب نيابة عن العالم بأسرة عن العالم كله دول خليج تقوم بذلك ولهذا يجب عدم استعجال النتائج بالضبط هي يعني من واضح جدا أن الأزمة ما رح تنحلف يوم ويومين رح تطول احنا الكل مستغرب كيف صبرنا أصلا المدة هذه على أدلة موجودة على فوضى على دعم للإرهاب على تحريط على محاولات اغتيال للملك عبد الله رحمه الله يعني ما قاعد نتكلم على خلافات بسيطة ومع ذلك صبرنا عليها فمعالجة موضوع طال كل هالمدة هذه رح ياخذ وقتها رح يستمر إلى فترة طويلة نتمنى أن ينحل بسرعا نتمنى أن يسود صوت العقل في قطر ولكن من الواضح أن الموضوع رح يطول الموضوع قد يطول وهذا لا شك فيه لكن ما هي الضمانات لمن الممكن أن تتخذها الدول الأربعة حتى لا يتكرر سيناريو 2014 يعني هذا السيناريو الذي جميعا نذكره بأن قطر تعهدت ومن ثم لم تلتزم تعهداتها التخلي عن المشروع بالكامل هذه الضمانة الوحيدة تخلي يا أما النظام القطري يعلن تخليه عن المشروع بالكامل قولا وفعلا أو تستمر الدول المواجهة للأرهاب أنا سمي الدول مواجهة للأرهاب لأنها في واجهة الأرهاب أنها تفرض على قطر أنها تتخلى عن المشروع يا أما طوعا يا أما جبرا أما الاستمرار في دولة ضمن منظومة مجلس التعاون تتآمر وتعمل كل ما عملتها في ظل المنظومة هذه أمر لا يمكن الاستمرار فيه جميل أعود لضيفي الأستاذ سلمان يعني أستاذ سلمان الآن هل من المتوقع أن تكون هناك إجراءات أكثر قسوة في حال يعني جاءت الردود القطرية ليست هي المطلوبة على الشروط الثاثة عشر هل من المتوقع أن تكون أكثر إيلاما لقطر خاصة بأن الدول الأربع المقاطعة والتي بدأت منذ حوالي شهر أو شهر تحديدا من الخامس من يونيو لم ترمي كل أوراقها كما نعلم جميل أتمنى تعطيني وقت أستاذ علي في هذا الموضوع لأن علينا أن نقرأ المشهد في الخليج بلا أن نغفل موضوع الالتهابات الإقليمية سواء في اليمن أو في سوريا وبالذات سوريا هناك رغبة دولية حقيقية الآن لوضع حل حقيقي وجذري لموضوع السوري هناك أنباء حقيقية تتحدث عن المناطق الآمنة لقاء أستانا الذي سيتم في نهاية أغسطس القادم سيكون هناك فيه خطوات دراماتيكية فيما يتعلق في الملف السوري دول الغربية ودول العالم العربي والإسلامي لديها بالفعل رؤية موحدة في مواجهة الإرهاب وجذور الإرهاب فلماذا أنا أذكر الملف السوري في هذه اللحظة؟ لأن كل شيء مترابط بكل شيء حينما نتحدث عن الملف القطري كلنا نعلم بأن قطر وهي بذاتها تعترف بهذا الشيء هي الداعمة الأساسية للجماعات المتطرفة التي أفشلت مشروع المعارضة المعتدلة في داخل سوريا من ضمنها جبهة النصرة التي سمتها بجيش فتح الشام بالضبط غيرت اسمها وحاولت أن تسوقها من خلال آلتها الإعلامية الجزيرة وغيرها بالضبط هذه الجماعة هي التي أفشلت مشروع المعارضة أو خففت من زخمها في الداخل السوري وهي عملت بهذا الشيء خدمة للمصالح ليس للمصالح السورية هي خدمة للمصالح الإيرانية وخدمة لبشار الأسد حينما تشق يد المعارضة المعتدلة في داخل سوريا أنت تقعد تخدم أعداء الشعب السوري فنحن الآن نتكلم عن معادلة أنت لست لن يكون لديك استطاعة أن تحل المسألة السورية قبل أن تحل جذور المشكلة السورية التي هي تتمثل في دعم قطر لجماعات ضد رؤية الجماعة المعتدلة أو الجماعة المعارضة المعتدلة التي توافق عليها في اتفاق الرياض السابق في الرياض فيما يتعلق في وضع مظلة أممية وإقليمية للمعارضة المعتدلة فللأسف الشريط قطر أحرجت دول المنطقة في العالم حينما تتعامل بتعاملات إزدواجية وكنا نتوقع أنها تكون في صفنا ولكن للأسف تعمل تعملات استخباراتية ذات أهداف حزبية ضيقة تحاول بقدر الإمكانية أن تسوق للإسلامويين الذين يحاولون أن يعكروا صفوا أي دولة في المنطقة كلنا نرأينا التسريبات الاستخباراتية التي حدثت في اليمن وتعامل الحكومة القطرية من خلال أدواتها الاستخباراتية وعملائها مع الحوثيين يعني نحن نتكلم على دور كل هذا جميل يا أستاذ سلمان كل هذا يا سلمان جميل وأنا حاولت أعطيك الوقت الكافي بما يتوافق مع وقتي أنا في هذا البرنامج أيضا وهو ليس بالطويل الآن لنعود إلى السؤال دول الخليج ما هي خياراتها هل من الممكن أن تتجه مثلا إلى إبعاد قطر عن منظومة مجلس التعاون أو إبعاد قطر مثلا عن المنظومة العربية لأن في بداية الأزمة وكما صرح أمين الجامعة العربية بأن الجامعة العربية تبنت الوساطة الكويتية الآن نحن في مرحلة ما بعد الوساطة الكويتية يا سيلي جميل أول شيء لم يحرج الوساطة الكويتية أحد بقدر ما أحرجته الحكومة القطرية فليذلك لا أستبعد بأن أول الدول التي ستقاطع قطر قد تكون هي الكويت بذاتها هذا الشيء نقطة أولى النقطة الأخرى مثل ما ذكرت موضوع عزلها عن وطردها من مجلس التعاون وتجميد عضويتها في الجامعة العربية وتجميد أيضا عضويتها قد يكون في منظمة التعاون الإسلامي وفي رابطة العالم الإسلامي هذه سيكون لها دور كبير جدا في قسقصة النفوذ القطري حول العالم العربي والإسلامي ككل هناك مشروع لتدويل القضية أكثر لأحث الحكومة الأمريكية في وضع قوانين صارمة من قبل الكونغرس في عقوبات حقيقية وتفعيل العقوبات السابقة في 2014 وما قبل 2014 في 2013 بالذات حينما وضع ديفيد كوهن اللي هو ديبيتي سيكوريتي لتريجري ديبارتونت اللي هو وزارة الخزانة الأمريكية الوزير النائب لها نعم قالها بشكل حرفي بأن النعيمي والسبيع المتواجدين والقاطنين في قطر هم من مولوا جماعات في القاعدة من خلال منظمة الكرامة المتواجدة في سويسرا وهم من مولوا جماعة الشباب في الصومال وحتى الآن نحن نقدر يجب علينا أن نقرأ الموقف بطريقة دولية يعني حينما رأينا أن الحكومة الأمريكية قصفت قبل عدة أيام قبل يومين فقط قصفت مواقع للشباب في داخل الصومال وهناك تقارير من الخزينة الأمريكية في 2013 ديفيد كوهن قالها بشكل صريح بأن قطر من خلال النعيمي مولت 250 ألف دولار إلى أحد قيادات جماعة الشباب في الصومال فهي رسالة أمريكية بأنها لن تتسامح مع الحكومة القطرية وممارساتها خارج حدودها إذن الكل مجمع يا سيد سلمان على مواجهة وتجفيف منابع الإرهاب لأن الإرهاب لا يستطيع يعيش ينمو يكون مزدهر إلا إذا وجد من يدعمه ماليا وإعلاميا ولوجستيا وما إلى ذلك أنا أعود فقط إلى طبعا ضيوفنا عبر الهاتف حيث معي من القاهرة السفير أشرف حربي عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية أهلا بك يا سيد سيد أهلا وسهلا يا سيد في حالة الرفض القطري ويعني هي متوقعة للمطالب الخليجية ما هي أقرب السيناريوهات لذلك؟ وطبعا إحنا لا نصدل السيناريو الصعب وهو دول المقاطعة والدول الأرضى المقاطعة طبعا سيكون توجه إلى فرض عقوبات جديدة يعني على قطر إن لم تمتثل إلى الطلبات أو المطالب التي ذكرت في 13 نقطة الإجراء الآخر وهو استبعادها من المجتمع الخليجي واستبعادها من المجتمع العربي بعد ذلك ثم المجتمع الدولي في حالة إذا ما تقرر دعمها أو استمرارها في دعم وتمويل الإرهاب الدولي والإرهاب في المنطقة طبعا سيتم تحولها أو تدويل هذا الشأن إلى المحاكم الدولية وإلى المجلس الأمن والأمم المتحدة لفرض عقوبات عليها وهذا ما لا نريد لدولة شقيقة ولا للشعب القطري الشقيق لكن إذا لم تمتثل قطر والحكومة القطرية حتى أكون أقرب إلى الدقة إلى مطالب الدول الأربعة فأعتقد أن السيناريو سيكون سيناريو غير محبب لنا جميعا جميل التصريحات القطرية الآن وهي متضاربة هي تبقي الوضع ما بين اللا والنعم ما بين التجاوب وعدم التجاوب في شيء من الضبابية في التصريحات القطرية لماذا تفعل ذلك الدوحة؟ ما هدفها من ذلك؟ شوف هو تسويف نحن نسميه في السياسة التسويف تسويف الموضوع أو تسويف المسألة عندما يحتدم الخلاف أو أن يكون هناك تباعد كبير في وجهات النظر ورؤية المنطق فتكون الدولة التي عليها الإشكالية وهي قطر أن تسويف حتى تكسب وقتا وحتى تستطيع بآلتها الإعلامية وغيرها وهجومها واستخدام الأفراد واستخدام بعض الجماعيات والمجتمعات الدولية في أن تقول أو تحول وتغير مجرى الأحباس والتطورات لصالحها إلى حد ما وكلنا رأينا وكلنا نلاحظ ونتابع ما قامت به قناتها ووسائل إعلامها في الفترة الماضية وكذلك بعض الأجهزة وبعض الشركات التي تقوم بخدمة مصالحها في العالم كله في أن تشوه المطالب العادلة للدول الأربعة والتي اكتوت بنار ما تدحمه قطر من عمليات إرهابية وتدخلات في الشؤون الداخلية وأيضا ما تبص قنواتها الفضائية من أشياء الأسف أنها كلها غير صحيحة على دولنا وعلى رؤسائنا وعلى ملوكنا وعلى شعبنا حتى أعتقد أن الوقت كتحان لأخذ إجراء حازم وحاسم حتى ننهي هذه المسألة تماما وتعود قطر إلى شكرا لك يا سيدي وابقى معنا سوف أعود لك إن شاء الله لكن مرة ثانية لضيفة الستيديو لسهب السام يعني لماذا هذا التمسك القطري بهذه الأجندة بهذا المخطط الذي تقوم قطر بدورها في المنطقة هي أداة في هذا المخطط لماذا هذا التمسك الذي تعرف أنها قد تدفع ثمن علاقاتها الخليجية والعربية من أجل التمسك به هذا اللي يعني كلنا نحاول نفهمه ليش قطر متمسكة بالمشروع برغم انهياره النقطة الأهم هي عدم استطاعة القيادة في قطر لقراءة المتغيرات اللي حصلت المشروع السابق انتهى اليوم في إدارة يديدة في الوقت المتحدة الأمريكية رئيس ترامب تكلم عن إنهاء المشروع السابق بكل أدواته ومع ذلك قطر ما زالت مستمرة في التمسك بمشروعها على أمل إنه يرجع مرة ثانية حمد بن جاسم نفسه رئيس وزراء قطر وزير خالجته السابق تكلم عن إنه طلب منهم قيادة الملف السوري في بداية الأزمة وزميل الأخ سلمان الأنصاري تكلم الآن عن دور سوريا في الأزمة يقول طلب منهم قيادة الملف السوري وبعد فترة طلب منهم الابتعاد عن الملف السوري بدليل فشلهم في قيادة الملف هذا قطر حاولت قيادة الملف في لبنان يسحب أو يعني سيطرة على أو يعني الغاء الدور السعودي في لبنان وفشلوا في ذلك من خلال توطيد علاقتها مع حزب الله بالضبط من خلال أدوار مشبوهة مع حزب الله من خلال عقدها لاتفاق الدوحة على غرار اتفاق الطائف ومحاولة ألغاء اتفاق الطائف إلى اليوم تعاني لبنان من التدخلات هذه قطر كذلك تدخلاتها في اليمن من قبل عصفة الحزم مع الحوثيين تدخلاتها في البحرين تدخلاتها في مصر في ليبيا أمس كان المتحدث الرسمي للجيش الليبي المسماري يتكلم عنه وبالأدلة عن الدور القطري في نشر الإرهاب والفوضى في ليبيا فإذا هذا مشروع يعني هل بإمكان قطر تخلي عنه أتوقع أن القرار يمكن يكون أبعد من قرار النظام الحالي جميل أنا هذا السؤال أنقل إلى ضيفي من الرياض لستاذ سلمان الأنصاري سؤال سلمان هل هي كما تفضل ضيفي الكريم بأنها عدم قدرة على قراءة المتغيرات من قبل الدوحة أم هو تعنت وتمسك قطر بدورها في المخطط الذي يحاك للمنطقة والذي بدأت تنفيذه منذ سنوات يعني ربما بدأت قطر من عشرين سنة وبدأ في آخر ست سنوات تنفيذه على الأرض جميل للإجابة على هذا السؤال فيه شقين الشق الأول فلسفي سياسي تاريخي وهو أنه هذه الحكومة القطرية أو دولة قطر خلال الخمسين سنة الماضية أكثر من أربعة انقلابات أو خمسة انقلابات حدثت بمعدل انقلاب في كل عشر سنوات جميل حكومة حمد اللي هو والد تميم من أول ما مسك الحكم من فترة خمسة وتسعين هو قرر بأنه يكون هناك مشروع لديه ليثبت أركان حكمه من خلال تصدير الفكر الانقلابي في العالم العربي لكي يعطي نوع من الثقل لقطر لكي لا يتم التعرض لقطر بأي محاولة انقلاب داخلية هذه النقطة فالفلسفة السياسية الداخل البيت القطري يعني صراحة جدا سيئة جدا جدا سيئة فبدلا من أن تحاول أن تتفادى محاولات الانقلاب في الداخل تحاول أن تصدرها للخارج لكي تخلق لنفسها هذا الثقل الشقة الآخر وهو مهم جدا هو أنه هناك محاولة يعني نحن مثل ما ذكرت يا أخي علي والأضيف الكرام أنه خلال عشرين سنة هم دفعوا مئات المليارات من الدولارات لخدمة هذا المشروع مشروع الإخوان المسلمين وتصدير الفكر المتطرف يقولون بأنهم مع الشعوب ضد الحكومات وما إلى ذلك هذا الكلام كله يحاول بقدر الإمكان أن يكبر من رقعة قطر سياسيا وفكريا وأيدولوجيا لكي يكون لها ثقل في العالم أكثر من حجمها في المنطقة هذه النقطة النقطة الأخرى وهي مهمة أيضا داخلة في النقطة الثانية اللي هي أنه أنت الآن دفعت هذه المبالغ واشتغلت على هذا المشروع وعولت عليه وللأسف ساعدتك بعض المواقف المتقاعسة للحكومات الغربية مثل الولايات المتحدة في عهد أوباما كان هناك تقاعس كبير فيما يتعلق في ملف الأخوان يعني للأسف الشديد هناك أيضا تقارير تتحدث بأن أوباما كان لديه علاقات كبيرة معه وفريق أوباما من بين رودز وغيرهم المستشار في شؤون كافحة الإرهاب والاتصال كان لديهم علاقات كبيرة مع منظمات في داخل واشنطن تسوق لما يسمونههم الإسلام والديمقراطية وكيف أنها كومباتيبل وأنها مستماشرة أستاذ سموان نعود لنفس الفكرة هل هو تقاعس أمريكي وتسوق الأجدد نعم هل هو تقاعس أمريكي أم هو جزء من دور لكل شخص يعني هم تبادل أدوار في هذا المخطط الذي يحاكل المنطقة والذي تلعفه قطر دور، الولايات المتحدة دور، إيران دور وإسرائيل دور وليس تقاعس سؤال ممتاز هو قد يكون تواطئ وقد يكون تقاعس ليس هناك إجابة واحدة في هذا الموضوع ولكن هي على حسب الملفات ليش؟ لأنه في القرارات السياسية وفي التواصل السياسي اللي هو political communication هناك ثلاثة خطوط رئيسية أول شيء الخط السياسي الخط الثاني الخط الاستخباراتي الخط الثالث هو خط الإعلامي الخط السياسي هو الخط الذي يتم من خلال وزراء خارجي حول العالم وزير الخارجي الأمريكي مع وزير الخارجي القطري وما إلى ذلك وهناك الخط الاستخباراتي في بعض الأحيان وفي الكثير أيضا من الأحيان الخط الاستخباراتي وما يدور فيه ما بين الدول ليس بالضرورة ينعكس على العلاقات السياسية والتواصل السياسية إذن يا أستاذ سلمان هو إما تواطئ كانت قطر تعول على هذا المسألة جميل أنا فقط أعتذر منك لأن وقتي انتهى فإنه يعني هو إما تواطئ كما تفضلت أو هو يعني تقاع شكرا لك يا أستاذ سلمان الأنصاري المحل السياسي يعني الآن المخطط كل فترة كل ما يمضي الوقت تتضح معالم أكثر واتضحها ويمكن حتى بعض المحلين قالوا أن ما حدث لقطر الآن وهذه الأزمة القطرية أوضحت الكثير من الأشياء على سبيل المثال في اليمن تغير الواقع على الأرض في العراق يعني اندحر داعش في سوريا المقاومة المعتدلة تحقق كثير من الانتصارات أو التقدم على الأرض حينما قلص دور قطر كثير من الأمور تضحت بأنها كانت فعلا هي من تدعم ذلك كلها بالضبط يعني نحن اليوم هذا تأكيدا على الواقع أن المحرك للفوضى والمشاكل في المنطقة كان لقطر دور كبير فيه والدليل للنقاط اللي ذكرتها يعني اليوم إحنا لما نتكلم عن مرحلة يديدة نتكلم على استحقاقات استحقاقات فيها مواجهة للأرهاب ونهاية الأرهاب بالمنطقة كيف بإمكاننا نفعل ذلك وقطر مستمر بنفس السياسات فلابد لقطر أن نتخذ موقف وإن ما أخذت هي الموقف بنفسه فعلى دول مجلس التعاون أو الدول المواجهة للأرهاب أنها تتخذ الإجراءات لحماية أمنها وحماية استقرارها والإجراءات الآن منتجها في التصاعد في حال رفضت قطر تخلي عن المشروع ومش فقط الالتزام بالموافق على المطالب الخليجية الواقع هو أن قطر رافضت تخلي عن المشروع وتحاول أنها تماطل ما بالإمكان التجاوب مع دعم الأرهاب ما بالإمكان الآن الاستمرار بحوار من أجل أعطاء الأرهاب مزيد من المساحة أن يستمر فيها نجاح المقاطعة التي استمرت لفترة بسيطة أتت ثمار كبيرة على المنطقة الآن فأما أن قطر تتخلى عن ذلك ونتمنى أنها تتخلى عن هذا المشروع أو رح ينتهي المشروع بعزم وحزم إن شاء الله من دول المنطقة جميل والنتائج يجب عدم الاستعجال في الحصول عليه لأنه مثل ما قلنا هذا مخطط كبير قطر مجرد دور في هذه الأدوار لكن أعود لضيفي من القاهرة الأستاذ أشرف حربي يعني هناك تصريح لوزير الخارجية القطري يقول أنه في حال يعني اتخاذ عقوبات قادمة على قطر يجب أن تتوافق مع القانون الدولي ماذا نفهم من هذا التصريح؟ هل نفهم منه أن قطر الآن ترد بسلبية على هذه المطالب الثلاثة عشر؟ وكيف لقطر أن تطلب ذلك؟ وهي كل ما فعلته في المنطقة لا يتوافق مع القانون الدولي؟ طبعا الرد ده رد غير مسؤول وغير منطقي يعني ما قامت به قطر في خلال الفترة الماضية ويوجد لدى الدول الأربعة وصائق ومستندات تدل على تورطها في تمويل العمليات الإرهابية وخاصة عمليات أخرى تكون بها القنوات تابعة لها في المنطقة العربية وحتى على مستوى العالم وما لها من أزرع كثيرة كل هذه الأشياء لا تستطيع قدر أن تقدمها أو تكون دليل لها أو تكون محمية من القانون الدولي وتدعم عمليات إرهابية وتفجيرات ومنظمات كلها معروفة وكلنا نعلم أن هناك العديد من الشخصيات أيضا التي موجودة داخل الأراضي القطرية مطلوبة بالإنتربول وهناك أيضا بعض المنظمات الإرهابية تم إدراجها تحت الإرهاب الدولي وفي الإطار الأممي يعني كل هذه الأشياء ونذهب ونقول قانون دولي طبعا الكلام غير منطقي وغير واضح جميل أستاذ عشر ابقى معي لو سمع ولا ندع ولا ندرك أن يكون هناك أي عمق فيه الرد بهذه الطريقة القانون الدولي يحمي القانون الدولي يحمي من الإرهاب القانون الدولي يحمي الشعوب القانون الدولي مع رفاهية الشعوب ويحمي الدول ويحمي ممتلكتها ويحمي حدودها وهو نفس القانون الدولي مع محاربة الإرهاب وتجفيف منابع أستاذ أشرف ابقى معي سوف أستعرض معك بعض التغريدات ونعود لاستكمال الحوار أنا الأوان لمحاسبة النظام القطري بالقمة الخليجية المصرية الليلة ثقيلة يا قطر مو المشكلة أن قطر ترفض الصلح المشكلة شنو نستفيد من الإرهاب وبشنو يستفيد شعب قطر من الإخوان ومن الجزيرة من يتباكى على شهر من العزلة عليه أن يعرف قيمة 22 عام من الصبر على المؤامرات وزرع الفتن نعم إذن أستاذ أشرف يعني تابعنا هذه التغريدات والتغريدة الأخيرة مثلا أن البحرين على سبيل المثال البحرين صبرت كثيرا لأكثر من 22 سنة على سياسات قطر ما هو تعليقكم يا سيدي؟ طبعا كما قلت وأوضحت أن النظام الأسف الشديد في قطر ليس في إطار المنظومة العراضية والمنظومة الخليجية وأنا عملت سفيرا في البحرين لمدة أربع سنوات وأعلم تماما كيف كان حجم التدخل القطري وكيف كان هناك أياد كثيرة تعمل لصالح القيادة القطرية ضد النظام القطرية الإيرانية نعم نعم وكلهم كانوا يعبسون في الأمن القومي وفي أمن البحرين كانت جماعة ضد جماعة وهناك أيضا عديد من القيادات المعارضة التي كانت تمول بطريق غير مباشر أيضا يعني كل هذه الأشياء لا تجعل لقطر أي حق في أن يكون لها أي جانب نستطيع أن نقول طيب والله نفكر أننا نحاول لا إحنا حاولنا كثير خلال المدة السابقة وفي 2014 وفي 2013 وقبل ذلك يعني على مدى عشر سنوات سابقة أو أكثر من خمس سنوات ما بين خمسة وعشر سنوات سابقين وجدنا خلل كبير جدا وزواجية في القرارات وعدم الدخول في المجتمع نفسه وفي المنظومة الخليجية سياسيا أو اجتماعيا أو اقتصاديا حتى يعني كل هذه الأشياء جعلت قطر تخرج عن المنظومة وجدت تغرد وحيدة ضد المصالح الشعوب الشعب الخليجي كله احنا بنتكلم قطر ده جزء من الخليج وأهل وأقارب ومصاهرة وتغذي طائفية الطائفية نعم إذن كما قيل يا أستاذ أشرف يعني كيف لنا أن نعبر عن شعورنا بأي شيء نستطيع أن جميل جميل وأيضا أريد أن أحدد أنا لا أتكلم عن قطر الشعب أنا أتكلم عن قطر القيادة لا شك في ذلك وكما قيل بأن هذه الإجراءات لم تأتي متسرعة وإنما بعدما طفح الكيل وبالتالي لا مجال الآن لمزيد من الهدنة والتسويف كل الشكر لك والتقدير للسفير أشرف حربي عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية شكرا يا سيدي موضوع مهم ويمكن ملاحظة مهمة ما تطرق لها بأن دول الخليج لم تتسرع صبرت يعني حاولت بقدر الإمكان احتواء الدور القطري عودة القطريين إلى البيت الخليجي توافق سياستهم مع السياسات الخليجية والعربية لكن قطر لم تلتزم بكل ذلك فجاء وقت الحزم وجاء وقت أن تتحمل قطر يعني مغبة أفعاله بالضبط ومع ذلك مع أنه اليوم أصبح في مواجهة مباشرة أصبح في وضوح أكثر ومع ذلك دول الخليج ومعها مصر لم تتخذ الإجراءات الأقصى الأقصى خلينا نقول بإمكانهم يرفعون قضايا على قطر لدعمها للفوضى والإرهاب بإمكانهم يجوء إلى محكمة العجل الدولية بإمكانهم استعمال لوزير خارجية قطر يطالب فيه القانون الدولي لمحاسبة قطر مع ذلك ما زالت دول الخليج تعطي قطر مساحة من الوقت ومساحة من التحرك للرجوع والعدول عن المشروع هذا ومع ذلك قطر فقد الإحساس وغير قادرة على قراءة المتغيرات هذه مع كل أساس أو غير قادرة عن الرجوع عن هذا المخطط بعدما غاصت فيه لسنوات طويلة صرفت فيه مليارات تشعبت مع كثير من الجماعات الإرهابية لربما قطر غير قادرة عن الرجوع بالشكل المطلوب وهذا يمكن يوضح مدى ضعف الموقف القطري هذا يتركنا أمام حقيقة مؤلمة أن اليوم نحن أمام تغيرات جذرية في المنظومة الحالية قد نرى تغير في التحالفات قد نرى تغير في بعض المنظومات قد تكون في الصالح لما اليوم نرى تطابق المواقف في المملكة العربية السعودية وفي دولة الإمارات العربية والبحرين وجمهورية مصر العربية ممكن نرى تحالف جديد قائم على ميثاق معتمد متبع من الدول هذه في حال رفضت قطر تغيير مشروعها قد نرى قطر تتجه بشكل أوضح وأكثر بالتحالف مع إيران للحفاظ على المشروع الذي عيشه على أوهامه إذن مهما كانت كلفة الرجوع عن هذا المخطط لشاركة في قطر ودعمتها بأدوار عديدة إلا أنها سيكون أقل بكثير من كلفة الاستمرار فيما تقوم به قطر وخسارتها وعلى قطر نفسها نحن نتكلم عن موقف مؤلم لما نشوف نضال قطر لاستقلالها من الدولة العثمانية دفع الشعب القطري وقيادة قطر السابقة يعني ثمن كبير لاستقلالهم نرى اليوم كيف ترجع قاعدة عسكرية تركية على الأراضي القطرية ويتفخرون بذلك عودة بالمجان لم يكنوا يحلموا فيها بالضبط وبشروطهم فنتسأل عن مدى استقلال القرار في قطر الأستاذ بسام محمد كل الشكر والتقدير لك على ما تفضلت فيه كما أشكر لكم حسن المتابعة نلتقي إن شاء الله في حلقات قادمة في أمان الله اشتركوا في القناة